حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحيي من كل عبد رأيته يسبح الله حسن منك أن تعظم وتوقر وتستحيي من كل أحد رأيته يسبح الله جاء في الحديث أن نبيا قرصته نملة فأحرق قرية من النمل كلها فعاتبه ربه أحرقت قرية من الأمم تسبح هل لا كانت نملة واحدة موضوع الشاهد منه معلم يقبل على طالبه زوج يقبل على زوجته مؤدب يقبل على مؤدبه رئيس يقبل على مرؤوسه أي أحد أعلى دنيويا يقبل على من هو أدنى منه لا ينبغي أن يجعلك تحجم عنه أكثر من أنك رأيته يوما من الدهر يسبح لله فمن رأيته يسبح لله فعظمه إجنالا لله نحن نرى أحيانا نرى من عباد الله الصالحين ما نعلم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن نبلغ عملهم فعلى الأقل نجلهم إجهالا لله نرى لله عبادا صالحين نعلم من أنفسنا أننا لا نستطيع أن نعمل عملهم فإذا عجزنا أن نعمل عملهم فلا أقل من أن نجلهم نحبهم إن كانوا فقران أتصدق عليهم إجلالا لله وفعل إن شعت ادخل أحد الحرمين مرة فترى بعض الخلق فيها في أصمات بالية ولو قدر أنك رددت على الحرم مرتين ثلاث أربع وحاولت أن تراقب هذا العبد لوجدته لا يسأل الناس ومنشغل في التسبيح والعبادة وأنت تعلم من نفسك ضعفك وأنك لا تقدر على هذا فعلى الأقل أكرمه إجلالا لله أكرمه إجلالا لله فما لا تقدر أن تطلبه بعملك فلا أقل من أن تطلبه بنيتك فإن للقلوب شأن عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر